تمخض الصمت السعودي الطويل ليلد رواية تنهشها التساؤلات 18 يوما منذ اختفاء جمال خاشقجي استهلها مسؤولون سعوديون مؤكدين أن الرجل دخل قنصلية بلاده وخرج بعد دقائق فور انتهاء معاملته قالها ولي العهد نفسه وقالها مصدر بالقنصلية مطالبا السلطات التركية بالتعاون في البحث عن الرجل وفي الليلة الثامنة عشر بعد اختفاء الكاتب السعودي المرموق في جنح الظلام كعادة الاوامر الملكية السعودية منذ سنوات تعلن الرياض روايتها كالتالي وكالة الانباء السعودية تعلن أن التحقيقات الاولية توصلت إلى شجار واشتباك بالأيدي بين خاشقجي وبين اشخاص قابلوه في القنصلية ما ادى لوفاته قالت الوكالة ان التحقيقات تجري مع ثمانية عشر موقوفا كلهم سعوديون دون ان تعلن اسماءهم وما اذا كان من بينهم الخمسة عشر الذين ذاعوا سيتهم في الرواية التركية انطلاقا من التسجيلات وكاميرات المراقبة اول ما يثير التساؤل اين كانت رواية الشجار المفضي الى الموت طوال الاسابيع الماضية وبفرض جهل ولي العهد السعودي بالامر حين اكد لبلومبرغ في الخامس من اكتوبر ان خاشقجي دخل وخرج فهل بقيت ادارة القنصلية على جهالة ايضا بما وقع داخل جدرانها ولو مات انسان داخل مكتب او مكان عمل فالاسعاف والشرطة اول من سيحاط علما بالامر فلماذا لم يتصل العاملون بالكنصلية بالسلطات في اسطنبول ولو لمحاولة اسعاف جمال او على الاقل التأكد طبيا من وفاته المفاجئة لا اجابة على اي من هذه التساؤلات البديهية فيما اعلنته وكالة الانباء السعودية الا ان مصدرا بالخارجية السعودية كشف في الوقت عينه تقريبا عن جانب اخر من الرواية مؤكدا قصة المشاجرة المفضية الى الموت ومشيرا الى مشتبه به توجه الى اسطنبول للقاء خاشقجي بعد ظهور مؤشرات على رغبته بالعودة الى البلاد يضيف مصدر الخارجية السعودية ان النقاش بين جمال خاشقجي ومن اوفد اليه تطور الى شجار نجمت عنه الوفاة هكذا؟ وهل يفترض بالنقاشات التي تجري في مقر دبلوماسية مع من يبدون رغبتهم في العودة لبلادهم ان تفضي الى شجار يودي بالحياة؟ الثابت من حوار خاشقجي مع بي بي سي البريطانية قبيل مقتله انه اكد عدم قدرته على العودة للبلاد فمتى اظهر هذه المؤشرات ولمن؟ وما علاقتها بمعاملة تتعلق بالزواج؟ ولماذا تم اللقاء في اسطنبول ولم يتم في واشنطن حيث كان يقيم خاشقجي اصلا في القلب من الليلة السعودية الحافلة تصدر اوامر ملكية من العاهل السعودي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة نجله ولي العهد لاعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة نعم ولي العهد محمد بن سلمان سيشرف بنفسه على اعادة هيكلة الاستخبارات بعد ان حاصرته شخصيا الاتهامات والمقاطعات ودعوات الرحيل من كل اتجاه لقرابة ثلاثة اسابيع بالتزامن مع هذا يعفى سعود القحطاني من منصب مستشار بالديوان الملكي ويعفى احمد عسيري من منصب نائب رئيس الاستخبارات العامة وتنهى خدمات ضباط رفيع الرتبة في الاستخبارات ايضا منهم اللواء محمد صالح الرميح واللواء رشاد حامد المحمدي لم ترد اشارة رسمية بارتباط تلك الاقالات بعمليات التحقيق الجارية حول مقتل خاشقجي وكأن المشهد بحاجة لمزيد من الغموض والالتباس بعيدا عن البيانات الرسمية يتحدث من وصف بالمصدر المطلع الى التحقيقات السعودية الى وكالة ريترز عما قال انها اوامر دائمة من الاستخبارات باعادة المعارضين الى المملكة وان هذه الاوامر في حالة خاشقجي ربما تكون فسيرة على نحو عنيف وانما سماها التعليمات التالية لم تكن محددة كما ينبغي ما ادى لوفاة خاشقجي ومحاولة التستر على ذلك ذكر المصدر المطلع ان سائق القنصلية كان من بين من سلم الجثة لمتعاود محلي وان ماهر المطرب اختير لتنفيذ العملية لكونه عمل مع خاشقجي في لندن لعله يقصد عملية استقبال خاشقجي بعد ظهور بوادر العودة للوطن فهل يقصد ان المطرب هو من تشاجر وقتل ولو تهورت انفعالات المطرب حتى ازهق روحا فلماذا يتستر عليه كل من كانوا في القنصلية حتى يورطوا انفسهم لماذا لم يتصل احدهم بالسلطات التركية للتعامل مع القتير المفاجئ حديث المصدر المطلع عن المطرب يتقاطع مع الروايات التركية فماذا عن سائر الاشخاص الخمسة عشر الذين قادهم المطرب وظهروا معه في كاميرات المراقبة ومنهم الطبيب صلاح لطبيقي والسؤال الاهم اين الجثة وهل خرجت جزءا واحدا ام اشلاء واين صور خروجها وماذا عن جولة القنصل المثيرة للجدل مع مراسل رويترز وفتح الخزائن والادراج لتأكيد ان خاشقجي ليس موجودا ولا معلوم المصير القنصلية والسفارة تبدو الجهود للبحث عنه وهن على وهن كمن رام تكحيل عين فاعماها ليس مثل الرواية السعودية والموقف السعودي امام بديهيات الاسئلة طوال هذه الازمة المأساوية الا كمثل العنكبوتي اتخذت بيتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر